ثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر استردت فيه قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبريائه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيها وفي تدوينة له على مواقع تواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم توجه الرئيس السيسي بالتحية للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة لشجعتهم وبطولتهم ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن كما وجه الرئيس السيسي تحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته طلق الرئيس عبد الفتح السيسي برقيات التهنئة من الزعماء والقادة العرب بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة وطلق الرئيس برقيات التهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زيد النهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وأمير الكويت نوافل أحمد الجابرة الصباح والعاهلة البحريني حمد بن عيسى ورئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد القادة العرب اعتزازهم بالملحمة الخالدة والروابط الأخاوية مع مصر هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر وفي تدوينتنا لها على موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك قالت السيدة انتصار السيسي إن نصر أكتوبر المجيد الذي حققت في قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس أثبت بسالة الجندي المصري وشجعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات وأعربت السيدة انتصار السيسي عن تقديرها لشهداء الوطن قائلة سلام إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرمته أعلنت أوكرانيا تقدم قواتها نحو 55 كم خلال الأسبوعين الماضيين في هجوم مضاد على القوات الروسية في منطقة خاركييف بشمل شرق البلاد كشف الجيش الأوكراني استعدته 93 تجمعا سكنيا تحرير أكثر من 2400 كم مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر الماضي مشيرا إلى أن القوات الروسية تقاتل لإبطاء التقدم الأوكراني خارج كوبيانسك وهي بلدة حررت في الأؤون الأخيرة وتعتبر مركزا للسكك الحديدية عقد المستشار الألماني أولاف شولس ورئيسة الوزراء البريطانية ليسترس في العاصمة للشيكية براغ أول لقاء لهم حيث تنول اللقاء عدة قضايا من بينها تعزيز الترابط بين مصادر الإبداد بالتاقة وأوضحات المستشارية الألمانية أن اللقاء بحث أيضا ضخ استثمارات في مزارع الرياح والتعاون الاقتصادي والتخفيف من حدة تكاليف المرتفعة للتاقة دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جاني ييلين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى إلى إعادة تنظيم نماذج العمل الخاصة بها للتحول من التمويل المختص بدول بعينها إلى تناول الاحتياجات العالمية مثل تغير المناخ واستخدام المزيد من رأس المال الخاص وفي تعليقاتنا معدة لإلقائها قبل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالت تييلين أنها ستضع إدارة البنك الدولي لوضع خارطة طريق لتطور بحلول ديسمبر وأن العمل الأكثر تركيزا سيبدأ بحلول ربيع عشرين ثلاثة وعشرين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل لتطبيق أكترا نيوز من خلال أبل ستور أو موجل بلاي وإذن تحياتي لحضراتكم أنا لأشتها شكرا جزيلا لطيبة المتابعة وإلى اللقاء